مساء الخير عدنا لكم مرة تانية ما سر تجدد العلاقة بين عمان وحماس تتباين قراءات المراقبين والمحللين السياسيين لتجدد العلاقة بين الأردن وحركة المقاومة الإسلامية حماس واستقبال جلالة الملك عبدالله الثاني لزعيم الحركة خالد مشعل إذ يرى البعض أنها قد تمنح الأردن فرصة للتعامل البناء مع حماس وفي ترتيب أوراق ممكن داخليه في ظل التغيرات الجارية في منطقتنا العزيزة وللحديث بهذا الموضوع أسمحولي أرحب بضيفي بالستوديو الضيف بدي أقول الضيف ثابت ونتشرب لأن يكون ضيف ثابت هو كاتب ومحلل سياسي ورئيس تحرير موقع كل الأردن الأستاذ خالد المجالي حياك الله أخي خالد مساء الخير الله يخليك متوافق أن نكون ضيف ثابتين على بعض أنا بتشرف أنا من قراء موقع الأردن والله وأستمتع في هذا الموقع الحار أحيانا ومعتدل أحيانا ولا مرة بارد أحيانا حسب الوضع العام حياك الله يسيد خلال تحدث بالبداية أستاذ خالد على طبيعة أو كيف تترجم أو ترى رؤية استقبال جلالة الملك لخالد مشهول يا سيدي بداية مساء الخير إلى كل الجمهور الكريم حقيقة علاقتنا مع حركة حماس يعني إحنا داعينا من أكثر من سنتين ثلاثة الحكومة الأردنية أن تفتح الخطوط مع حركة حماس وأنه القرار اللي تخذ فيه قبل 12 سنة هذا لا يعني أن يبقى إلى الأبد بإبعاد قادة حماس عن الأردن وخصوصا بعد أن أصبحت حماس هي يعني السلطة الشرعية خلينا نحكي في أراضي الضفة الغربية وغزة من خلال انتخابات تشريعية فازت حركة حماس وتم تشكيل حكومة برئاسة إسماعيل هنية فهما الآن الحركة هي جزء مهم ورئيسي بالشعب الفلسطيني بالداخل ولا يمنع أن يكون لها تمثيل بالخارج نحن قلنا من البداية أنه لا يجوز أن تبقى العلاقة الأردنية محصورة مع السلطة في رامالله وخصوصا بعد فشل السلطة في رامالله بتحقيق أي إنجاز حقيقي على أرض الواقع لأن هناك أيضا فصيل مهم أصبح على أرض الواقع يشكل ثقل سياسي وله دور سياسي وأي تسوية نهائية لا يمكن أن تتم بدون موافقة حماس الآن إحنا كدولة جارة لفلسطين ولنا من الهموم والقضايا المشتركة مع إخواننا الشعب الفلسطيني لابد أن يكون هناك علاقة مباشرة ما بين الأردن وحركة حماس وخصوصا حماس الداخل كما تسمى بالداخل لأنهم الآن هم المفروضين يكونوا هم السلطة أما أن تبقى علاقتنا فقط مع جناح واحد هذا غير مبرر فطلبنا أكثر من مرة بفتح هذه العلاقة الحمد لله أنه الآن من خلال الزيارة السابقة لسيد خالد مشعل واستقبال جلالة الملك إلو والزيارة الأخيرة نستطيع أن نقول أن هناك خطوات إيجابية في فتح هذه العلاقة مع حماس وأتمنى فقط الآن ما هو السيناريو لهذه العلاقة كيف ستكون العلاقة مع حماس وما سيكون علاقة حماس في الداخل الأردني أو نشاطهم على الساحة الأردنية أو إذا كان هذا للسماء وبعض يقول أخي خالد أنه ما يحدث بدمشق لعب دور رئيسي بتحرك حماس ويعني القيادات في حماس حينما تلفتت يمنى ويسرى لم تجد يعني واحة ممكن أنها تتبوأ الظل فيها إلا عما يا سيدي أحكي لك شغلي ما حصل في سوريا ونتمنى أن ينتهي الوضع في سوريا على خير وأن الشعب السوري يعيش حياته الطبيعية إن شاء الله ما حصل في سوريا وارتباط هذا الموضوع بحركة حماس حماس جزء لا يتجزأ من منظومة كانت موجودة على الساحة وما زالت اللي هي حزب الله في لبنان وحماس وسوريا وإيران وبعض الأقطار العربية زي قطر خلينا نحكي بالمفتوح زي قطر كانت هذه تلعب في دائرة واحدة فيما مضى الآن المخطط الموجود للمنطقة وتفتيت المفتت كما يسمى من خلال ما يسمى الربيع العربي هناك للأسف استغلال سيء لهذا الربيع والحراك المحق في الشارع العربي لكن هناك استغلال سيء من قبل الدول الغربية له لابد الآن منعزل بعض القوى الموجودة على الساحة السورية زي حزب الله وزي حركة حماس حماس ترتبط بعلاقات إقليمية يعني مع إيران ومع قطر الآن موقف قطر بالنسبة لما يحصل في سوريا معروف واضح القطر داعمي للحراك اللي الآن موجود في سوريا وبالتالي هذا سينعكس على حركة حماس أيضا الآن التغيير اللي رح يحصل بالساحة السورية رح يأثر على حركة حماس فلابد أن تخرج حماس من سوريا ومن العباء السورية لابد أن تخرج وحتى تذهب إلى مكان يناسب الحركة وله قاعدة يعني قاعدة مادية واقعية هو الأردن حقيقة ليست قطر قطر استضافت قاعدة حماس فترة ما لكنها لا تعتبر قاعدة لحماس زي ما منعتبر زي حماس أو الإسلاميين ما بعتبروا الأردن هي قاعدة إلهم وهذا يعني لا أحد ينكروا لأنه طبيعة السكان بالأردن طبيعة الأردنيين أصولهم تجعل من حماس إلها قاعدة بالأردن ووجود الإخوان المسلمين بالأردن برضو تساعد في هذا الاتجاه فكان لابد من الضغط يعني هذه مهمة من الضغط على الأردن لفتح الحوار مرة ثانية مع حماس واستقبالهم وإعادة بناء العلاقة مرة ثانية هذا بالضرورة ينعكس على العلاقة مع السلطة الوطنية الفلسطينية طبعا لأن السلطة الوطنية الفلسطينية كانت هي الوحيدة التي تفتح خطوط مع الأردن أو الأردن تفتح خطوط مع السلطة الآن الأردن سيتم هناك نوع من الربط ما بين العلاقة مع حماس وعلاقة السلطة الوطنية الفلسطينية زائد الدور المصري اللي بدأ يتنامى منذ فترة مع حركة حماس حكيت نقطة أستاذ خالد مهم بس أذكر الأخوة المشاهدين سؤال فقرة كيف ترى زيارة خالد مشعل للمملكة الأردن الهيشمية كيف ترىها بمنظورك نستقبل الاتصال على صفر تسعمية تسعة وتسعين صفر أربعمية وتمانية وتمانية أنا بقول دائما صفرين قلت حراك محق استغلال سيء من الغرب يعني كيف رأك بهاي؟ بالنسبة للربيع العربي يا سيدي لا أحد ينكر أن الشعوب العربية من اتفاقية سايكس بيكو لليوم تعاني من الأنظم العربي تعاني من التهميش من مصادرة الرأي من مصادرة الكلمة من استغلال موارد الدول لصالح الأنظمة إلى آخره هذه قضايا جعلت المواطن العربي يصل إلى مرحلة اليأس أو حالة شبه اليأس من بعض الأنظمة العربية أو معظم الأنظمة العربية فما حصل في تونس حقيقة هو كان ممكن يحصل في أي دولة يعني كان ممكن يحصل في أي دولة لكن كل دولة بتختلف عن الثاني نسبيا وين عندهم جوع أكثر وين عندهم قهر أكثر وين عندهم كبت أكثر وين عندهم حريات معدومة أكثر فحصلت في تونس وأنت عارف ظروف تونس الخاصة اللي كانت كيف النظام في تونس الآن هذه الحركة طبيعية لشعب يتوقي إلى الحرية وإلى الكلمة لكن بنفس الوقت هناك قوة عالمية يعني نحن لا نستطيع أن نخفي دور الغرب وأمريكا والصهيونية والماسونية في العالم وما تحيك لهذا العالم العربي أنت لا تقول أنه الغرب حرك الغرب بعد ما تحرك استغل الغرب أذكى يعني للأسف أذكى من بعض الجهات العربية استغل فورا الحراك الذي تم وبدأ يخطط ويدير ويدرب ويمول بالمال بعض الجهات حتى يستثمر يعني ما يسمى الربيع العربي لصالحه بالنهاية ولذلك الآن تجد انظر إلى ليبيا مثلا شو اللي بصير في ليبيا قاعد انظر إلى تونس حتى تونس يعني ليبيا بس مبارس صار في انتخابات كان في مليون وثلاثمائة ألف مواطن ببكوا أنا مبارح بالصوت لكل متابع بقول لك من أربعين سنة ما عشنا هذا الجو جميل جدا احنا لنا النهايات في النهاية لنا النهاية طب بعتقدك ما هي النهاية التي سنصل إلىها يعني هسا انت كنت تركت بيتك سنة بدون لا يتنظف ولا يتعزل بترجع بيتك تقعد يوم وانت تنظفه انت والحجة ولا لا بيت سنة انت لما تترك وطن أربعين سنة بسوق فيه واحد ملوش دخل يعني أنا كمان ما بلاقي انه سنة ولا سنتين كافيات انه يرجع التوازن النفسي والاختصادي أنا ألا تعتقد انه ظلم بحق زي مصر زي اليمن زي الليبيا انه خلال شهرين ثلاثة مبارح لسا الزلم يدبحو شهرين ثلاثة بتترجع ديمقراطيا بده وقت ولا لا طبعا هذا شيء طبيعي ولذلك هل منقول ما يحصل الآن هو إيجابي كله إيجابي نتائج إيجابية يعني انت التورة الفرنسية تسع سنوات استمرت يعني حتى بدأوا يحققوا بعض الشيء احنا مش معقول بستة أشهر نحقق كل إشي بدنا إياه ولذلك احنا نأخذ على من ينتقد ما يحصل أحيانا في بعض الدول العربية مثلا الآن في مصر يعني فازوا خنقول لإخواني المسلمين نعم أو التيارات الدينية لظروف معينة في الانتخابات أنا في رأيي هذا إيجابي هاي حركة إيجابية أول شيء تعطي فرصة للآخر أن يشارك بالحكم وبالسلطة وبتقديم البرامج واللي هو مضطهد بالسنين بالضبط نعم العجز وإذا قدمونا برامج وإذا يعني قللوا من البطالة وإذا وإذا إيش المانع يعني هل استحقاقات مصر مثل استحقاقات نعم نفس الشيء نفس الشيء لا نعم مية بالمية ما في خلاف أبدا تردش على من يحاول أن يصور أن الأردن غيره مصر غيره سوريا غيره لا 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 الأفراة الأفراة ألعى